لم يكن مستغرباً رحل حكومة فايز الطرونة بعد حل مجلس النواب الأردني فالتعديلات الجديدة للدستور الأردني حددت عمر الحكومة بأسبوع واحد بعد حل المجلس بهدف إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد فيما لاقى قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتكلف الدكتور عبدالله نصور خلفاً لفايز الطرونة استحساناً لدى الأوساط السياسية أعتقد أننا الآن بحاجة إلى رئيس وزراء من حجم دكتور عبدالله نصور للتعامل مع القضايا بعقلانية وبشفافية ووضوح وقدرة على التعامل وقدرة على الإقناع وقدرة على الاتصال والتواصل مع فئات المجتمع الأردني كاف هو قريب من المعارضة وقريب من القوميين واليساريين وهو يعرف تماماً كيف يتعامل مع كافة الأمور وهو أيضاً الوزير والعين والسياسي حكومة الطرونة والتي جمعت في تشكيلتها 29 وزيراً إلى جانب الرئيس ورثت ملفات مثقلة من الحكومة التي سبقتها أبرزها الملف الاقتصادي الذي جنحت فيه الحكومة إلى سياسة رفع الأسعار الأمر الذي أثار الشارع الأردني واحتاج وقتها إلى التدخل الملكي لإلغاء قرارات حكومة الطرونة حكومة الطرونة فعلاً كانت حكومة محافظة نفس الرئيس الرئيس محافظ وباعتقادي هو قاد مرحلة إلى حد ما مرحلة صعبة كان يمكن أن يكون الإداء أحسن وأفضل ولكن للأسف رئيس الحكومة المكلف عبدالله نصور شغل على مر سنوات مناصب سياسية وحكمية عدة كان آخرها نائباً في البرلمان المنحل وعضو في مجلس الأعيان وشغل ما يقارب الثماني وزارات يأمل الأردنيون أن تشرف حكومة نصور الجديدة بشكل دقيق على انتخابات يريدونها نزهة لفرز مجلس يداوي همم المواطن الأردني قبل كل شيء أروح حمد المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنال عمان